ياري بالنادي الاهلي خلال الساعات اللي جاية بينهي اجراءات سفر السنائي محمد هاني وكريم فؤاد ليه؟ في رحلة الى النمسا عشان يبقى فيه فحوصات للاتمينان على البرنامج العلاجي الخاص بالسنائي مع احد الاطباء اللي اكيد كان مشرف قبل كده على العملية الجراحية اللي خدها كريم فؤاد واكيد هيتطمن كمان على محمد هاني ده جانب مهم جدا قبل اللي تتم ينزله للتدريبات او في استكمال البرنامج العلاجي خبر اخر متعلق بعلي معلول ناس كتيرة بتقول ممكن نتطمن على العلي ونشوفه بعد الاجندة الدولية كده كده خلال الشهر ده هنتطمن على العلي معلول سواء بعد الاجندة الدولية او في نهاية شهر نوفمبر لان الجهاز الطبي حريص جدا بقيادة دكتور احمد جبالة على انه يحدد التوقيت الزمني المناسب لمشاركة علي معلول في التدريبات الجماعية فسواء بعد نهاية الاجندة الدولية او في نهاية شهر نوفمبر هنتطمن على العلي معلول قريب جدا جدا ولكن ليه بقول الخبر النهاردة؟ عشان الاجندة الدولية هتنتهي مثلا منتصف الاسبوع اللي جاي ممكن ناس ما تلاقيش علي فتقولك هوا فين علي معلول لا يا بعد الاجندة يا اما في نهاية شهر نوفمبر عشان نطمن على واحد من نجوم النادي الاهلي الزهير الايصر علي معلول نصح